شروط الدعوة إلى الله خمسة الإخلاص أدعو إلى الله العلم الشرعي على بصيرة الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معرفة حال المدعو قبل أن تسافر إلى منطقة وكذا لابد أن تعرف من هؤلاء ماذا لديهم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب معرفة حال المدعو حتى يأخذ لهم الأهبة الاستعداد لكن لم يقل لهم ناظرهم تكلم وبين أخطاء هؤلاء لا إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أهل الكتاب يهود ونصار إيش نصنع توحيد أسهل طريقة لدعوة هؤلاء الخامس الصبر لابد أن تصبر لا تظن أن الدعوة تخرج إليها وتجد الطرق مفروشة بالورود وكذا لا لحق الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لابد أن يلحقك شيء مفهوم نعم ترجمة نانسي قنقر